اهلا بحضركم من جديد وفقرة تريند تريند لازم يكسب لان هنا ساعتها يبقى فرق النقاط متساوين 7 و7 وكمال المواجهات المباشرة هتكون في صالح فريل هلال لذلك المباراة تحت المريك دي يعني لا بديل فيها الا انك تكسب عشان يبقى عندك اكثر من خيار في المباراة الجولة الاخيرة امام الهلال السوداني وبالطبع بغض النظر بقى عن كل هذه الحسابات تكسب المطشين ده اهم شيء عشان تتأهل وعلى قال لي كمان انت بطل افريقي اخر جولتين فلما تسعد بعشر نقاط في المركز التاني مش هتختلف كتير عن السنين السابقة لما كنتم تسعد باحداشر نقاط في المركز التاني وفي النهاية الهدف من المجموعة انك تتأهل لمرحلة الدور ربع النهاية فبالتالي ان شاء الله بإذن الله ربنا يكرم الفريق ويوفقه في مباراة يوم الجمعة امام المريخ السوداني ودي مباراة نادي المريخ هو صاحب الملعب وبالتأكيد ان شاء الله تكون مباراة جيدة للفريق يقدر فيها تخطى هذه المواجهة الصعبة